أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة حصوله على الضوء الأخضر من الفيفا للاعتماد على خدمات رفيق غيطان لاعب إستوري البرايا البرتغالي وقال الاتحاد الجزائري في بيان عبر موقعه الرسمي يعلن الاتحاد الجزائري بسرور أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد منح اللاعب رفيق غيطان الموافقة للمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري وسارع رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي في إقناع غيطان بتغيير جنسيته الرياضية على حساب فرنسا والمغرب بعد بروزه بشكل ملفت خلال الفترة الأخيرة رفقة فريقه في الدور البرتغالي للدرجة الأولى ويقدم اللاعب صاحب 24 عاما موسما خرافيا رفقة فريقه البرتغالي حيث خاض معه 32 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل سبع أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة الأمر الذي دفع بن فيكا إلى إبداء اهتمامه بالحصول على خدماته ويأمل غيطان في الحصول على دعوة البوسني فيلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري الجديد للمشاركة رفقة المحاربين في الدورة الدولية التي تحتضنها البلاد مارس آذار الجاري